موسيقى أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج فن المحاكاة والحقيقة النهاردة أعتقد أن الفقرات هتحزى بإعجابكم قبل أن أتطرق لأي فقرة منهم أرحب بشكل خاص بزميلتي أستاذ الرشا عبد الرحمن النهاردة بتشاركني على مدى ساعتين وربع فقرات برنامج فن المحاكاة مساء الخير أستاذ الرشا مساء الخير زميل العزيز طارق عبد الفتح ومساء الخير لكل مشاهدين زي ما عودناكم في المعدة من كل أسبوع دايما بيكون موجود معاكم فن المحاكاة يربكون ضيفة خفيفة عليكم في هذه الحلقة وزي ما قال زميل طارق يعني في هذه الحلقة هيكون موجود معانا مجموعة من الفقرات بتركز بالتأكيد على فن المحاكاة سواء في الدراما في المسرح أو حتى في الكلمة المطبوعة حقيقة إحنا أولى فقراتنا هتكون مع سيناريست مهم وموضوع أكثر أهمية هو مسلسل بطلوع الروح هذا العمل في الحقيقة من أكثر الأعمال الدرامية انطباقا على فلسفة برنامج فن المحاكاة لأن المؤلف يكاد يكون دخل إلى أوكار داعش ونقل لنا صورة حقيقية عما يدور في داخل الداخل كيف تأتى له ذلك وكيف كانت المعايشة وهل بالفعل ذهب إلى هناك وتفاصيل دقيقة ربما تسمعونها لأول مرة عن هذا العمل الهام جدا والذي يمثل نوعا من أنواع المقاومة بالفن والدراما محمد هشام عبية لابد أن نشير أيضا إلى أن هذا العمل قد فاز بجائزة أفضل إخراج وأفضل ممثلة وهو نفسه المؤلف حاز على العديد من الجوائز الأخرى حيكون لنا كمان وقفة مع الكلمة المطبوعة وعالم الأكاديمي بألفان المحاكاة حيكون لنا لقاء خاص مع دكتور حمدي النورج وهو أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون له تاريخ طويل وبعط طويل في عالم النقد الأدبي له أكتر من عشر مؤلفات بمجال النقد الأدبي تحديدا كلماتنا جيب محفوظ ورواياتنا جيب محفوظ أخذت منه باع طويل وأخذت منه دراسة خاصة حول أدب نجيب محفوظ وأسلوب الكتابة عند نجيب محفوظ أيضا كان له إنتاجه الخاص من القصة القصيرة وفي رصيده أيضا في جعبته حوالي خمسة أو أربع روايات أحدث رواياته هي من إنتاج العام الحالي عشرين اتنين وعشرين وتحمل عنوان حضن النهر سنتكلم أكتر معه حوالين هذه أرواية تحديدا لكن كمان هو ملوش فقط تاريخ في علم الإنتاج الأدبي فقط ولكن أيضا في علم الصحافة علم الكتابة بمجال أفقافة تحديدا علم حب الكلمة واللغة العربية بشكل عام وحتى الترجمة هنعرف منه أكتر حوالين هذا المشوار الطويل في فقرة خاصة ولقاء خاص مع دكتور حمدي النورك كما عودناكم بنقوم بتأدية مشهد درامي قراءة أدبية بعد فاصل هنذهب إلى هذا المشهد المشهد يتكون من أن البطل الداعشي الإرهابي الداعشي يقوم بتدريب من استاضه وهو عمر يقوم بتدريب أكرم على إطلاق النار ويدخل في أشياء شخصية خاصة بحياته بعد أن نجح في اقتياده إلى معسكر داعش ستكون هذه القراءة بعد فاصل مع مؤلف العمل الأستاذ محمد هشام عبيا وبعده نواصل حوارنا معه حول هذا العمل ثم الزميلة رشا في الفقرة الثالثة هنخرج مشاهدين الفصل قصير يعود بعد ذلك الزميل طارق عبدالفتح هو بصحبته الكاتب هذا المسلسل بتلوع الروح الكاتب محمد هشام الصحفي والمؤلف والسيناريست بعد الفاصل